بعد أن صدمت جمهورها بملامح غريبة أول رد من فيفي عبده على منتقدي هيفا وهبي يا مساء الفل عايز أمس عليكم مصر برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم أسعد اللي أوقاتكم بكل خير متضيئ جدا على الكلام اللي أنتم تقولوه على هيفا أصارت الفنانة هيفاء وهبي حالة كبيرة من الجدل فحف لها بموسم رياض بالمملكة العربية السعودية ليلة الجمعة 28 أكتوبر بسبب تداول صور صدمة لها وردت فيفي عبده على منتقدي هيفاء وهبي بعد آخر ظهور لها بملامح غريبة حيث شرقت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر خاصية الستوري بحسبها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وقالت هيفا ولن هيفا زي الأمر هيفا وهبي زي الأمر مش عايزة كلام ده هي يعني من الستات الباربي أمر وظهرت هيفا وهبي في صور متدولة لها بملامح صدمة جعلت البعض يتساءل عن حقيقة تشوه ملامحها بسبب عمليات التجميل ولكن في حقيقة الأمر صور هيفا وهبي الصادمة كانت بجودة ضعيفة وإضاءة خفتة أثرت على وضع الصورة قالها فيه إيه إيه اللي عملته هيفا وهبي على طول في يوم وليه اللي عملتوها إيه دا وإيه دا وإيه دا وفين ودي وواهبة وفين هيفا بينما ظهرت في صور أخرى زات جودة عالية بملامحها العادية وأحدث حيفة وهبي حفلاً جنائياً لها مع الفنانة إليسا ليلة الجمعة 28 أكتوبر ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية الإضاءة ما كانتش حلوة وده طبيعي جداً لأن المكان اللي كانوا وقفين فيه الصحفين عشان الأمن وقفين بره فالإضاءة مش مظبوطة بس أدي كل الموضوع بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد وياريت لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والكومنت والشير شكراً لكم وإلى اللقاء